لبيك اللهم لبيك لبيك لا تريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمر لا تريك لبيك اللهم لبيك أعزي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا وسلام بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع المعتمرين الذي من خلاله يرصد أرارو عن طباعة الزائرين والقادمين لبيت الله الحرام في مكة المكرمة وبالتحديد في شهر رمضان المبارك فأهلا وسهلا بكم لبيك اللهم لبيك 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 لبقاء بكم أعزي المشاهدين ومع الزوار ببيت الله الحرام في مكة المكرمة أهلا وسهلا بكم أهلا ومرحبا سلام عليكم أهلا ومرحبا أنا مجيد شاكر من العراق من الحلة محافظة بابل أهلا ومرحبا بيك الله محييه حدثني عن توجدك هنا في مكة المكرمة والله إحنا جايين هنا حتى نعمر على عمره منه التطور يعني موجود بالسعودية تطور فضيع يعني مو مو طبيعي ويعني إمكانيات أكو ودولة آمنة ودولة يعني فأكو يعني يعني نشوف أنا تقريبا هاي السنة الخامسة أجع التوالي يعني فأشوف يعني سنة عن سنة أشوف أكو تطور بالحرام بالأعمار بكل شيء والله يعني أكو التزام يعني أكو التزام ديني وأكو شغلات يعني أنا ماذا أشوف أنه أكو سلبيات يعني أكو أكثر شيء إيجابيات اللي موجودة يعني من كل الموجودين ما ما نقدر يعني نقول أكو سلبي في موضوع أنا بس شغلة وحدة يعني صارت معايا البارحة إنه أحد الأخوان المعتمرين معانا عراقي ضاع يعني راحتاه فبقينا ندور عليه أكثر من ثلاثين ساعة يعني يهن نروح لما ي أيو روح أيو لو المرة تتزور ولا تترتب كده؟ ها؟ لو المرة تتزور مكة ولا تترتب كده؟ لها قلت لك خمس سنوات صار لي خمس سنوات أجي كل سنة سنويا؟ كل سنة سنويا؟ كل سنويا أجي البيت الله بعد واجهك وهو العمر شبيه بعد؟ شبيه عمر؟ كيف رمضان في عمدان؟ بالعراق؟ بالعراق؟ يعني رمضان عندنا الآن زين يعني الناس ملتزمة وهذا بس الحالة هم متأثر علي الحالة الأمنية والحالة الكذا يعني والمعيشة ويعني أكو أكو سلبيات هواية بعدنا بالنمشك في رمضان انتشكوا؟ والله يعني هو الصيام والقراءة القرآن والبقاء بالعوية مع العائلة وتوفير ملتزمات الصوم للعائلة يعني أنت لازم أنه توفر أنت كأب عائلة وكأب رب عائلة أنت المفروض بك أن توفر لهم لبيك اللهم لا تريد لبيك لبيك لا تريد لبيك إن الحمد والنعمة لك والمرك لا تريد لك نحن بالنسبة إنه من العراق لينا تأخذون من عندنا نص ورقة يعني 1150 دولار هاي عليهم النقل طائرة والسكن والنقل هي شركة سياحية ايه هي شركة سياحية نحن ما نسموح أن نجي الفراد الفراد ما نسموح للعراقيين أن يجوا ولا نسموح أن نجي بسياراتنا يعني سياراتنا ما نسموح أن نجي عن طريق الجو يعني مع الشركات شوف لك يعني شركة رصينة وشركة عبانة ما يشروح أنت جايب الطائرة إلى المكام احنا بالنسبة إن العراقيين أكثر إذا ما نجي على الخطوط الجوية العراقية على خطوط الجوية الدول الأخرى لازم نروح ترانسيت يعني مثلا إذا نجي على فلاي دبي أو نجي على العربية أو نجي على غيرها من هذا أو على السورية أو على الأردنية لازم ننزل لبلدهم يعني أنا العام مثلا جاي رحت لدبي بقيت أكثر من 23 ساعان بمطار دبي ترانسيت يعني دمرنا تأذينا والله إيش إنه فلاي دبي رخيصة يعني أقل من غيرها يعني أقل من غيرها من الخطوط الجوية بس هي شنه يعني تأذي للمسافر يعني ما بيها فد هذا يعني أنا هسا بأجل الحملة دار أو الإنسان المسؤول عن هاي شركة إذا يقول لفلاي دبي ما أجيه إياه بعد يعني أحشي لك إياها أنا ساعة الهواء بجوز تريد تقصها تريد ما تقصها أنا أحشي لك إياها لا الحقيقة يعني هاي إنه فلاي دبي شركة عبانة بالنسبة لأنه إحنا ذول يعني أنا من أروح لي طاير من العراق إلى دبي باقي لي أربع خمس ساعات بجهو أنزل في دبي أبقى لثلاثة وعشرين ساعة وأرجع أركب من دبي أجي ثلاث ساعات إلى جدة يعني أنا العام يومين يومين بالضبط من أقول لك يومين يعني أنا مسؤول عن كلامي ثمانية واربعين ساعان يالله وصلت للمدينة المنورة إيه هذا قد شو تسوي بالزائر أو المعتبر يعني يوم الله هذا بقت يوم الله إلي يحسبها أن يريد ما يحسبها ما دلي نحن نحن نعرف الأشياء بس إحنا نقول إنه هذا معاناة حبيبي جدا ممنون وأتمنى للفضائيتكم المؤقرة والمحترمة كل تقدم وكل ازدهار يعني بظل الحرامين الشريفين أنا جدا ممنون يهلا ومرحبا فرصة سعيدة ألا بي نتواصل أعزائي المشاهدين في لقاءتنا بجانب بيت الله الحرام في مكة المكرمة أهلا وسهلا أميك أتعرف عليك أهلا وسهلا ريضا من الجزائر حياك الله حدثني أعترف لكم في مكة المكرمة والله أنا أعترف بهذا البلد حق اعتراف وجدته أنه أجمل بلد والله أعلم أنه يكون كذلك أنظف بلد يعني والله ما وجدت حتى مشكلة بالنسبة للحرام نعم لأول مرة أزوره شعورك لأول مرة أزوره والله أحسس نفسي يعني شيء آخر كأن هذا الأن هنا كأنه غير حقيقة يعني تمنيت عدة سنين أني أتي إلى هنا والحمد لله يعني أول مرة أزوره طيب حدثني عن برنمجك الرمضاني في الجزائر ما هو؟ كيف يعني والله ما؟ برنمجك الرمضاني في الجزائر من الصلاة حتى المساء يعني أنا حق أصلي الصبح ثم أذهب إلى العمل حوالي الساعة العاشرة أو الحادي عشر أذهب إلى البيت أستريح ثم أذهب إلى المسجد حوالي الساعة الثانية أذهب إلى النوم ثم بعد النوم يؤذن العاشرة أبقى في المسجد حتى الساعة السابعة السابعة والنسبة هذا هو طيب طبيعة عمل الكراسي في الجزائر ماذا أعمل؟ أعمل لحام أصنع الكراسي والطاولات فقط كراسي والطاولات؟ نعم فقط نعم طيب فيه مشقة في عمل الكراسي والطاولات؟ نعم فيه بعض المشقة ليس مشقة يعني كبيرة جدا؟ فيه مشقة خاصة يعني في شهر رمضان الحرارة مرتفعة يعني التلحيم فيه الحرارة نتواصل أعزائي المشاهدين في لقاءاتي نبي جانب بيت الله الحرام في مكة المكرمة أنا نواصل لك أخوي السلام عليكم السلام عليكم تعرف عليك؟ تعرف أحمد من الجزائر عددني عن تجد كنا في مكة المكرمة الزيارة أول مرة ونشكر نشكر الخادم الحرامين على الشرفين على هذا العمل وشكر لله ثم وشكر إنكم إن شاء الله بلو أنها زيارة الأولى كيف شايف؟ كيف الشعور كان؟ الشعور يكون سيما نخرج قام منها فرح كثير فرح كثير ما جانيش النوم ونزم العبادة وثم العبادة نتقربوا إلى الله كم يوم هناك في مكة المكرمة؟ اليوم عندي 4 أيام 4 أيام؟ 4 أيام كم تجلس يوم؟ تجلس 4 أيام تمشي وإنك؟ نكمل أسبوع ونمشي إلى المدينة المنورة إن شاء الله أيب بالنسبة إلى تواجدك في مكة المكرمة وشايف الأجوار روحانية سفلها الشعور يعني؟ والله نشكر في الماء موجود الماء موجود الأكل موجود سلالين موجود كل شيء متوفر ونشكرهم كثير على النظافة وخاصة النظافة يتجدد اللقاء بكم مع عزيز المشاهدين ومع زائر بيت الله الحرام في مكة المكرمة أهلا وسلام بك أنا الشيخ سعد النمر العدوي قارئ ومبتهل بتلفزيون العربي أهلا بك الشيخ سعد؟ الشيخ سعد ماشاء الله أهلا بك حديثنا عن تواجدك في مكة المكرمة الشيخ سعد المكة يعني جميلة وأهلها عظام ويعني استعبال جميلة ما شاء الله استعبال جميل طيب بالنسبة بما أنك زرت مكة يعني عيوة كيف شايف الأجواء الرحانية في مكة؟ الأسواق؟ الأجواء الرحانية؟ الأجواء يعني لا والحمد لله يعتبر المعتدل يعني الحمد لله يعني لا حر ولا برد يعني طيب لأول مرة تزول مكة؟ لأ دا مرة ستة وعشرين سبعة وعشرين ماشاء الله من سنة واحد وتمانين ماشاء الله باجي العمرة حتى سنة الثلاثة الثلاثة وتوقفت لأن كنت بجوز أولادي وكده فمن السنة اللي فاتت 2014 عملت عمرة وحجيت حجة 14 2014 والعمرة دي الحمد لله طيب من أي منطقة في مصر أنت؟ أنا في القاهرة في حدة اسمها الوراء ممكن تحدثني عن أجواء رمضان في القاهرة كده لا أجواء رمضان مش موجودة في أي بلد حقيقة لأن أنا سافرت أكثر من بلد ما بليش أجواء ما رمضان فيها عندنا أحياء الليالي القرآن الكريم والتلاثة الدينية وكده يعني والنفس بيتكلم عن نفس رمضان له موسم جميل يعني يعني يش يسوم في مصر في رمضان بشكل عقل؟ أحتفالات دينية دائما في كل بيت وعندنا وزارة الثقافة بتعمل الحفلات ووزارة الأوقات بتعمل الحفلات الأوقات بتعمل الحفلات في المساجد والثقافة الجمهورية بتعمل في صراديقات في المدينة العامة وبيوتر الثقافة ومنتشرة يعني تخبر الله منك شاء الله تخبر يعني شكرا جزيلا سلام عليكم عمر إن شاء الله أول شيء سورك حالق الحمد لله الحمد لله عملنا عمره الله يكلم عنك عملنا عمره في أبيار علي وقنا عملنا عمره تانية من التنعيم إن شاء الله وراء أسأل الله أن يتقبلوا أن يدمع علينا بزيارة مكة والبيت الحرم وزيارة بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنت جاء لوحدك ولا جاء معين أصحاب لا أنا جاء مع الجمال اللي معنا دور صحابنا يعني ماشا الله طيب كم زيارة كم بي دي أن تاني مرة الحمد لله السنة اللي فاتت كنتم موجود هنا الحمد لله السنة اللي فاتت أه دي الزيارة تانية السنة اللي فاتت كانت في رجب وديان في شعبان محمد لله الله يكلم طيب تصرف اللي زيارة الأولى كيف كانت والله أول ما شوفت بالزيارة قبر الرسول ومسجد الرسول والمعدنة المنورة وزورت وذكرت الصحابة في غزوة أحد والحمد لله شكرت لعمة ربية علي الحمد لله يعني الحمد لله هل أنت لقى طريق البر؟ هل أنت لقى أفهر البحر؟ لا عن الطائرة إن شاء الله كم أكثر تلحلة عندك؟ كم أفهر البحر؟ بيهة خمسة وعشرين ديها ساعة ونصف يعني ساعة ونصف طيب وانت تلقى طائرة؟ ماش كان يدور في مخيراتك؟ لا الحمد لله نعمة والله بقى فكر طبعا في بيت الرسول والزيارة المسجد الحرام ووصل الله يعني يدمع لن نعمة بالزيارة مكة وربنا يتقبل مننا جميعا يا رب بهذا ونصل وإياكم من ختام حلقتنا هذا إذا الملتق بالله تعالى في حلقة الغد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك اللهم لبيك لبيك لا تريك لا تبيك إن الحمد والنعمة لك والمرك لا تريك لك لبيك اللهم لبيك